طيب السلايد زهر كريم والصوتي ما سمعه كويس قلوا تماما دك برو طيب بسم الله الرحمن الرحيم دي لكتشر رقم ثلاثة النهاردة بقى هنتكلم على موضوع جديد هو استكمالا للسيرمو ديناميكس اناليسز وهو استخدام المحاضرة اللي فاتت اتكلمت على استخدام الفيرست لو على الكمباشن ولكن زي ما انتو سمعتو او زي ما انتو خدتو الفيرست لو بحد ذاتو ما كانش قادر يفسر بعض الظواهر في الفينومنا زي مثلا هل الافيشنسي ممكن توصل لمية في المية ده سؤال يعني عجز عن تفسيره الفيرست لو هل ممكن البروسيس تنعكس هل ممكن الهي ترانسفر تمشي من الهاي لللو او اللو للهاي هل في اتجاه محدد للبروسيس كل دي حاجات ما كانش قادر يوضحها الفيرست لو عشان كده جيه الساكند لو عشان يوضح الحاجات دي الساكند لو هو متمم الفيرست لو لازم اي سيستم عندي يحقق الاتنين يعني انا لما اجي اعمل دزاين لسيستم او باجي بحل سيستم معين وتبر هو ايه لازم السيستم ده يحقق الفيرست والساكند لو الفيرست لو لو الواحده غير كافي والساكند لو لو الواحده غير كافي لكن الاتنين مع بعض بيكملوا بعض عشان كده من هنا جيه الساكند لو لتوضيح بعض الحاجات التي عجز عن تفسيرها الفرست لو الفرست لو هو بلايند لو يسموه قانون أعمى لأنه بالنسبة له هو انرجي بالانس يعني وبنسبة له الانرجي اللي داخله هي اللي خارجه وبالتالي من وجهة نظر الفرست لو ممكن الافيشنسي توصل لمية في المية عادي كلام صحيح لأن الفرست لو هو انرجي كونزربيش طالما الانرجي اللي داخله هي نفسها اللي خارجه ففي الحالة دي ممكن الافيشنسي توصل لمية في المية ولكن الكلام ده من صح روح كده اي سيستم في الدنيا روح كده للباور ستيشن او جاس تيربين او اي سيستم واحسب الافيشنسي هتلاقي عمرها متوصل لمية في المية عشان كده بقى جيز ساكند لو عشان نوضح بعض الحاجات التي عجز عن تفسيرها لإيه الساكند لو هناخد بقى ازاي استخدم الساكند لو في تفسير بعض الحاجات ألا وهي ظهور بعض في البرودكت زي السي او السي او احنا قلت في أول محاضرة والمحاضرة التانية حتى الآن كلامنا هو كلام مثالي مفيش حاجة عندي اسمها مفيش حاجة اننا كله يتحاول إلى سي او تو لا بيظهر عندي نسبة من السي او مهما عملت مهما عملت جود ميكسينج ومهما هيأت الظروف بيطلع معايا جزء صغير من السي او ده بايه تفسيري الكلام ده هو ده اللي هيفسر هنا الايه الساكند لو الحاجات ان شاء الله اللي هنحاول نغطيها النهاردة الايه هي برضو هفكركم بالساكند لو انا معرفك انت خطولة لأ بس اعتقد انت خطوه في السيرمو تو مظبوط يا كريم مش انت برضو اخطوا السيرمو اخطوا الساكند لو في السيرمو ديناميكس ولا ما اخطوش اخطوه اعتقد يعني انتوا سمعتوا عن الكلام ده واخدتوا الساكند لو والستي منت نكلي والانترو بي والايكسرجي والحاجات دي كلها فاعتقد ان الهاردة هعمل رفريشمنت برضو واحاول برضو يعني افكركم بالساكند لو الاستي منت تعد الساكند لو الامبورتنس اللي هي المقدمة اللي انا بدأت بيها بعض الحاجات اللي جات مع الساكند لو زي الاكسرجي وحاجة اسمها جيبسي فري انرجي دي حاجات محتاجها عشان افسر بيها الكمبوسشن فنومنا إيه علاقة الكلام ده بال Second Law الاناليسيس نبدأ بقى استخدام Second Law في مسائلنا إزاي؟ حاجة مهمة جدا وبتحصل ولازم بتحصل في جميع الActual Combustion System اللي هي حاجة اسمها Dissociation Dissociation عبارة عن تفكك بيحصل تفكك للبرودكت عند هنفصل الكلام ده ليه؟ ليه بيحصل يعني الCO2 جزء صغير منه ممكن يبقى خمسة في المية أو عشرة في المية بيرجعوا تاني إلى أصلهم اللي هو ونفس الكلام جزء صغير من نسبة صغيرة ممكن يبقى من خمسة إلى عشرة في المية النسبة دي بتزيد مع درجة الحرارة بترجع تاني تكون ده اسمه Dissociation عايزين نعرف ليه بيحصل وإيه السبب؟ هو ده اللي فسره Second Law ما كانش قادر يفسر الكلام ده ولكن التفسير جيه مع Second Law؟ هنتكلم على حاجة اسمها الاتزان كيميكا الاكوليبيام الكونبسشن هو سيستم بيبحث عن الاتزان يعني اتزان هدي اكزامبل زي كبات الشاي السخنة لو أنا بسكت كبات الشاي السخنة هل هتظل سخنة إلى مال نهاية؟ كبات الشاي مثلا عند ستين درجة أو سبعين؟ ولو سبتها في الجو إيه اللي بيحصل للشاي؟ الشاي كسيستم بيبحث عن الإكوليبريام عايز يتخلص من الإنرجي الزيادة ويصل إلى يكون عندها سيرمالي إكوليبريام مع السيراوندين يعني كده كده الشاي هيبرد من ستين لغاية درجة الأتنوسفير ويوصل إلى حالة من الاتزان نفس الكلام الكمبسشن هو سيستم بيبحث عن نوع من الإتزان إتزان بين إيه وإيه؟ ده اللي هنقوله ونوضحه حاجة اسمها كيميكاليكوليبريام هنتكلم على شروط الإتزان يعني إيه؟ كونديشن أو كيميكاليكوليبريام هنتكلم بقى الانتروبي ودي بروبرتي جات مع الساكند لو بتعبر عن الديجري أوف ديس أوردر أو الراندم نس اللي هي التشتت أو العشوائية يعني المليكيولز دي مش ماشية يوني ديريكشن في خطوط منظمة لأ هي ماشية بتخبط في بعضها وبالتالي جزء من الورك بيضيع بسبب عدم نظام إيه؟ أو عدم ترتيب هذه المليكيولز بمعنى لو كانت المليكيولز مرتبة ومنظمة هتعمل وورك بكفاة أكبر عن لو كانت مشتتة وعشوائي هنتكلم بقى علاقة الكلام ده بالكيميكال ريأكشن ريت يعني ريأكشن ريت بعض الأبليكيشن بقى عربط الكلام ده بالحالة العملية يمكن حنين سألتني مرة اللي فاتت ليه في بنستخدم هنفسر الكلام ده اللي هو هنا بقى فصل الكلام ده بالتفصيل هنتكلم على اسمها بتوضح ايه تأسير البريشر والتمبريتشر على علاقة الكلام ده بالجازولين انجين علاقته بالجاز تيربين وهنختتم بقى بايه بعض عشان تساعدني في حل المسائل حاجة اسمها طيب في البداية زي ما انا قلت ليه لجأنا للساكند لو الساكند لو جيه عشان يوضح بعض الحاجات التي عجز عن تفسيرها الفيرست لو اهم حاجة هي الكمبسشن هو بروسس طبعا ليه اتجاه معين يعني الكمبسشن بيبدأ من كونديشن او من ستيت بريشر معين وتمبريتشر معينة وكنسنتريشن معين وبيتجه الى ستيت تانية طب الاتجاه ده اللي بيحدده مثلا زي الهيت ترانسفر الهيت بتمشي زي ما انا اخدنا في الهيت ترانسفر كورس من الهاي لللو الحرارة تمشي من خمسين درجة لعشرين طبعا ما فيه تمبريتشر ديفرنس فاتجاه الهيت ترانسفر من الهاي لللو هلا كده انا عرفت الاتجاه هل ممكن الهيت تنعاكس طبعا هل الهيت ممكن تمشي من اللو للهاي ممكن آه بس لازم اعمل وورك وبالتالي بقى فيه اتجاه محدد للهيت يعني هي الهيت بتمشي من الهاي تنبريتشر للو تنبريتشر نفس الكلام الكمبسشن بيمشي من ستيت لستيت طب الاتجاه ده ميه بيحدده هنجاوب على الكلام ده عايزين نفهم بقى بتعمق يعني أنا حاطت هنا تحت حتى الان او حتى المحاضرة التانية الكلام بنتكلم على عندي أي بيتفاعل مع كمية من المفروض بيديني كميات من وإدش حتى لو انا مدخل يعني هوا على قد الفول ما بيطلعش عندي الكميات دي يعني ما بيطلعش عندي CO2 والإتو أو والإن أو لا مهما عملت مهما عملت جود ميكسينج مهما مدخل النربة المزبوطة بيظهر عندي بقى في الحقيقة لو أنا جبت جهاز تحليل العدم ده عبارة عن اكزوهوست جاز أنريزر وحطته في شاكمان العربية أو أي اكزوهوست جاز خارج من أو هتلاقي بيطلع ايه بقى بيطلع معايا حاجات تانية بيطلع معايا دول جم منين دول ده اللي هو هيفسر بقى يعني ده فعلا في الحقيقة ده ويمكن هي ده الحالة الرابعة اللي أنا قلتها في أول المحاضرة في أول لما جيت شرحت الكيس قلت فيها عندي أربع حالات أول حالة حالة الحالة التانية اللي هي هو زيادة الحالة التالتة أو ريتش وانا في حالة رابعة دي بيطلع معايا حاجات كتيرة يعني بيظهر معايا سي أو طب ليه سي أو ظهر مع أو يعني هنا في عندي أو أو وفي سي أو يعني ايه السببب ليه ماشين مع بعض هل مشكلة ميكسينج ولا في حاجة بتحصل بتؤدي إلى ظهور السي أو والأوتو مش قادرين يتحدوا مع بعض هو ده اسمه الديسوسيشن الديسوسيشن والكميكال بقى في حالة معينة أو في ستيت معينة كل الاسبيشيز دي متزنة مع بعض خارجين مع بعض مش قادرين يتحدوا مع بعض وفي حالة التزان يعني نتلاقي عندي هنا ظهر أو وآو وإتش وآو إتش ماشين مع بعض في حالة من الاستقرار والثبات ولكن مش قادرين يتحدوا مع بعض بسبب أنهم وصلوا إلى استيت معينة هو ده الأكشوال كيس هذا في السكند لو بقى هو اللي بيفسر اللي يدوا لطلعوا وهو بقى اللي بيقدر يحسبهم الفيرست لو مش هيقدر يجيب الكلام ده ليه الفيرست لو بلانس لو فاكرين وإحنا بنحل مساء للشيت واحد يعني كم أربعة طب تعالا كده بص تحت عندك كم أربعة أربعة فمنين هجيب هذه يعني عايز أحل المعادلة دي عايز أجيب إيه ثلاثة وإيه أربعة وإيه خمسة فلازم أدور على جديدة الجديدة دي هتطلع منين بقى من هو ده هو هدف لو استخدام لأن أنا أعمل وأناليسيس وأقدر أجيب للحاجات اللي تطلع أثناء الإيه في ده بيسمو كده كده لازم يحصل dissociation حصل للCO2 في جزء صغير منه رجع تاني أو تفكك تكون CO وأو ونفس الكلام في جزء من الH2O جزء fraction خمسة في المية عشر عشرين في المية مش كله بيرجع يكون H و H و H و O هو ده السبب تبليه بيحصل dissociation سبب dissociation هو درجة الحرارة العالية يعني في درجات الحرارة العالية إذا ما احنا شفنا المسائل ممكن البرودكت تطلع عند 1200 1300 ممكن توصل ل2000 زي الويلدينج ممكن في بعض الابليكيشن توصل لتعدل 2000 في درجات الحرارة العالية بيكون CO2 والH2O unstable مش قادر يستقر فجزء صغير منه بيرجع يكون أو يرجع يتفكك إلى مكوناته الأولية اللي هي CO والO2 عشان يبقى نفس الكلام الH2O عند جزء صغير منه بيتفكك ويرجع إلى مكوناته الأولية اللي هي H2 وH هو ده السبب هدف الساكندلو إزاي يحسب الحاجات دي بقى عايز أنا بالحسابات أجيب الكميات دي عايز أجيب الA3 والA4 والA5 لأن الفيرست اللو مش هيقدر الفيرست اللو هو بيديني كم معادلة أطومي بالانس على الS والH والO والإن أربعة إكويشن إن هنا عندي كم أنون عندي تمانية فلازم نلجأ إلى الساكندلو طيب أفكركم كده سريعا بالساكندلو الساكندلو كان ليه اتنين ستيتمنت واحدة اسمها كيلفين بلانك ستيتمنت ودي كانت مرتبطة بالهيت او الباور سايكل وفي ستيتمنت تانية اسمها كلاوزيوس ستيتمنت ودي كانت مرتبطة بحاجة اسمها او رفريجريتور آآ كيلفين بلانك قال زي ما أنا قلت يستحيل إن أنا أعمل آآ أو سايكل تكون كفائتها مية في المية ده طبعا ده ما فيش حاجة في الدنيا لها ما في المية ما فيش ما فيش تفصل مية في المية لو أنت حسبت كفاءة المحرك العربية اللي أنت تركبها احسب الورك التاحة وحسب الكيو وإقسم الورك على الكيو هتليه في حدود تلاتين في المية فعلا كلام مظبوط عمر ما اليفيشنسي توصل لمية في المية الكلام ده معناه إيه إن أنا لازم أرمي جزء من الكيو يعني مثلا قدي تحت عن السايكل أنا خدت كمية من الهيت جاء من الكمبوسشن اللي هي كيو اتش ولتكن مية كيلووات دي طالعة من الكمبوسشن دخل على هيت انجين الهيت انجين ده ممكن يبقى ستيم سايكل ممكن تبقى جاس سايكل ممكن تبقى انجين الانجين بيحول جزء من الامبوت الى وورك أو باور ولازم أرمي جزء تاني لازم أرمي جزء مستحيل ان الورك يساوي الكيو مستحيل ان الورك يساوي الكيو اللي دخله ده كلام مش مزبوط لازم أرمي الى وده معناه ان الورك هو جزء من الكيو والكلام ده معناه ان الورك اقل من الكيو والإفشينسي يقل من واحد طب هنا نذهب الى تساؤل طب ايه هي طالما الإفشينسي عمرها ما توصل لمية في المية ايه اكبر ايفيشنسي في الدنيا كلها دي اكبر ايفيشنسي في الدنيا دي كلها اسمها كارنوت سايكل كارنوت ده واحد اشتغل برضو باستخدام الساكند لو وعمل ايديال سايكل ايديال يعني ما فاش فريكشن ايزنتروبيك فريكشن لس يعني وصل الى احسن حاجة لان المكسمن ايفيشنسي بتساوي واحد ناقص تيلو التي لو اللي هي الدرجة الوليلة اللي هي اللور زرفوار او السراوندين او الامبيانت على تي هاي تي هاي ده سورس بتاعي واحد ناقص تيلو على تي هاي هيدي المكسمن ايفيشنسي اسمها كارنوت ايفيشنسي او كارنوت سايكل دي تقريبا في حدود من 60-70% يعني اكبر ايفيشنسي اقدر احصل عليها هي بتساوي كارنوت سايكل يعني مش ما في المية عمره بالإيفيشنسي الساوي ما في المية طيب بالنسبة للستيكمنت التانية دي بتاعة كلاوزيوس كلاوزيوس اشتغل علي بقى على حاجة اسمها ريفيرسد هيت انجين يعني الهيت انجين دوت لو انا عكسته يعني ايه عكسته الهيت انجين انا بدأخلي كيو هيت وبيطلع وورك ده الانجين الباور ستيشن الانجين اللي في الشارع ده بدأخله كيو جاي من الكمبسشن وبيطلع وورك الستيم باور بلانت بدأخل لها كيو بتطلع وورك عند التربينة الجاس تربين بدأخل لها كيو من الكمبسشن بطلع وورك في بقى حاجة اسمها ريفيرسد هيت انجين يعني عكس الهيت انجين لو انا عكست الاتجاه بدأخل كيو وطلع على وورك لأ هدخل وورك بتديني كيو عدت الرسمة تحتها ايه دي الرسمة ايه R يعني ريفيرسد هيت انجين دي بالبالة دي اللي هي اسمها الريفريش ريتور التلاجة او التكيف التلاجة بتعمل ايه بتعكس اتجاه الهيت او بتسحب الهيت من اللو الى الهاي باي ناتشر الهيت بتمشي من الهاي لللو باي ناتشر التمبريتشر بتمشي الهيت ترانسفر فرو الهاي تمبريتشر الى اللو تمبريتشر السؤال هو هل اقدر اعكس اتجاه الهيت هل اقدر اخلي الهيت تمشي من اللو للهاي اه ما دي التلاجة ما التلاجة بتسحب هيت من جوة التلاجة بترميها برا جوة التلاجة ده البارد بترميه برا للسرراوندين اللي هو الهوت الكلام ده تم لوحده لا تم ازاي ان انا عملت وورك عن طريق كومبريسور مش فيه مطور في التلاجة في ظهر التلاجة علبة صودة كده المطور ده بيعمل ايه بيدخل وورك وعن طريق السايكل ديت اهي اهي دي السايكل بتسحب الكيو من اللو بترميها في الهاي بتلاقي ان الريفريجيريتر عكس الايه الهيت انجين الهيت انجين الكيو نازلة من فوق وبتطلع وورك جزء منها وورك وجزء بيترمي للجو العكس في الايه الريفريجيريتر او الهيت بام الكيو بتمشي من اللو جاي من الكولد سبيس بتروح الى الانفيرومنت اللي هو السرراوندينج ايه شرط الكلام دوت لازم ادخل وورك يعني مستحيل ان الهيت تمشي من اللو للهاي لوحدها ده اللي قاله كلاوزيوس مستحيل ان الكيو تمشي من اللو للهاي لازم ادخل وورك للسيستم بتاعي دي حاجات اهو بدأ يوضحنا اللو لازم التالج اهمية Él بقى الكومباستن Top feit اللى انا قلتها في الاول تساؤلات هل الكومباستن بروسيس ليها Direction أي بروسس في الدنيا لها اتجاه إيه هو الاتجاه دوت البروسس بتتجه ناحية الانتروبي انكريز أي بروسس في الدنيا بتتجه ناحية زيادة الانتروبي يبقى أنا محكوم بالانتروبي انكريز وبالتالي الكمباشن بيتتجه ناحية الانتروبي انكريز أي عملية في الدنيا بيصاحبها زيادة في الانتروبي دائما الانتروبي بتزيد يعني إنتروبي الإنتروبي هي بروبرتي جت مع الساكند لو بروبرتي بوينت فانكشن بتوصف حالة الدس أوردر يعني الترتيب أو النظام يعني العشوائية أو الفوضوية الميليكيولز دي هل هي مرتبة ولا عملة تخبط في بعض زي الكريستل زي في الماتيريال عبارة عن ميليكيولز مترتبة يعني في كل كورنر في ميليكيولز يعني أعلى درجة من الترتيب اللي هي الكريستل طبعا بتكلمي على فلو الفلو غير الصالد الفلو طبعا فيه راندم نس عالي وبالتالي الديس أوردر بيكون عالي اللي هي العشوائية والفوضوية بتزيد وبالتالي الانتروبي بتزيد فالانتروبي هي بروبرتي بتوصف حالة الايه الديس أوردر طب ايه أهمية الانتروبي الانتروبي هي دي اللي عن طريقها اقدر احكم على السيستم هل هو بيعمل وركة عالي ولا قليل يعني ايه الكلام ده الانتروبي بتعبر عن الديس أوردر مقياس لتشتت الانرجي او مليكيولز بمعنى لما الانتروبي تزيد هلقى المليكيولز في حالة عالية من الايه التشتت او العشوائية وبالتالي قدرتها على عمل الورك بتقل لما تبقى المليكيولز مرتبة ومنظمة ماشية فيه اتجاه موحد يوني داريكشن قدرتها او قابليتها على عمل الورك بتزيد اول تاني لو المليكيولز في حالة من الترتيب والنظام قدرتها او قابليتها على عمل الورك بتزيد والعكس لما الانتروبي بتقل ده معناه ان درجة العشوائية بتقل وبالتالي قدرت المليكيولز او السيستم على عمل الورك بتزيد يعني بالبلا دي الانتروبي دي حاجة مش كويسة انا مما صلحتي ان انا قلل الانتروبي يعني لما بقلل الانتروبي الدجري بتقل او الوردر بيزيد وده كويس ولما كانت المليكيولز ومرتبة ومنظمة في الحالة دي قدرتها على عمل الورك بتزيد طيب الحاجة التانية اللي جواب عليها الانتروبي اللي هي يعني في 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 بتعب في الحصول عليها غالية وفي رخيصة سهل الحصول عليه يعني بالساهل ده انت عملت وعملت وعملت وسخنت مية والبخار طلع وبعد ما البخار طلع دخل على عمل يعني يعني يصنف على انه نفس الكلام هي هي ال 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 تصنف على انها لو جريد ليه الهيت لو يعني سهل الحصول عليه لو انت عايز تحصل على شوية احرق شوية خشب او شوية فول يعني ما تعبتش فيه يعني نمع عشان اعمل او اطلع او اطلع او اطلع وبتالي بتتكلف فلوس عشان تحصل على الورك ودي من اهم الحاجات اللي وضحها ال الجريد في هاي جريد وفي لو جريد الحاجة الرابعة اللي هي بيسموها والبروبابيليتي والريفرزيبليتي يعني ايه الحتة ديت يعني في حاجة مهمة ان السؤال هو هل السايكل دي اللي احنا بنحسبها على الورق او هل هي هل هي فعلا قابلة للتحقيق هل هي اقدر انفزها في الوقع يعني لو جيت عملت كده رسمت على الورق وشوية حسابات قلت ان اقدر اعمل او اقدر اعمل او اقدر اعمل ده حسابات على الورق في الحقيقة هل الكلام ده قابل التنفيذ هو ده بيسموه هل الكلام ده مش اي حد يعمل شوية حسابات اقدر اطلع بها بسيستم لا في حاجة فيه ايه الكون ده بقى ان لازم التوتال انتروبي اسمها دلتا اس نت او اليونيفرس تكون اكبر من زيرو لازم تحسب النت انتروبي change او بيسموه اليونيفرس انتروبي change للسيستم بتاعك لو طلع ان الدلتا اس النت او اليونيفرس اكبر من زيرو في الحالة دي انت بتحقق Second Law هو ده Second Law ان الدلتا اس نت او دلتا اس يونيفرس اكبر من زيرو في الحالة دي ده بيسموه Actual Process اكتشوال بروسس فعلا دي بروسس موجودة في الحقيقة والطالما هي موجودة في الحقيقة اسمها irreversible دخلنا بقى في حاجة تانية اسمها irreversibility هل البروسس دي أقدر عكسها إنه مثلا أنا جبت شوية خشب حرقته طلعت به هل أقدر الهيد دي لو رجعتها أحاول الخشب تاني زي ما كان يعني طبعا الخشب يحترق ويتحاول إلى آش في المقابل انطلقت منه حرارة هل أقدر أنا أعكس الحرارة أدخلها للسيستم والآش وتحاول إلى خشب يعني في حاجات كده يعني irreversible كل الإجراءات اللي في الدنيا irreversible يعني غير قابل للإنعكاس غير قابل للإنعكاس بمشي في اتجاه ما برجعش تاني بمشي دائما في اتجاه الانترو بإنجريز فيه بقى حاجات ممكن فعلا الناس بعض العلماء يقدر يعكس الإجراء تاني بس الكلام ده ideal جدا 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 ده ياسم irreversible process irreversible process بتبقى very slow and frictionless very slow process يعني إجراء بطيء جدا ماشي بالراحة خالص بياخد time كبير و frictionless يعني مفيش friction في الحالة دي ده اسمه reversible process وفي الحالة دي delta s net أو universe بتساوي zero الكلام ده مش موجود في الحقيقة كل الإجراءات اللي حواليها في الدنيا فيها friction وكلها بتتم بسرعة سريعة زي ال engine البiston اللي جوه ال engine بتحرك بسرعة عملية ال steam في power station أو expansion بتاع ال steam في يعني جميع ال process اللي في الدنيا كلها فيها friction وبالتالي مفيش عندي إجراء في الدنيا ايه reversible يعني reversible آه قادر عامله في المعمل بعمل تجربة أعمل إجراء بطيء جدا expansion very slowly بسخم بالراحة خالص وال frictionless أحط وخلي نتحرك جوه يعني بالراحة خالص طبعا ده في المعمل لكن في الحقيقة irreversible process ما أقدرش هنفزه الحالة الثالثة لو delta s نت تقلي من zero ده طبعا كلام violate second law كلام مش موجود في الحقيقة طبعا مفيش حاجة في الدنيا delta s تكون قلي من zero أنا لسه قيل هنا أول حاجة direction of process towards increase of entropy دايما الإجراء بيتجه ناحية ذات الانتروبي دايما الانتروبي بتزيد عمرها متقل يعني لو طلع عن delta s نت أقلي من zero الكلام ده impossible process ده إجراء لا وجود له في الحقيقة دي كانت مراجعة على second law طبعا الكلام دوت هنستعين بي في combustion عشان نفهم بيه بعض الحاجات اللي جيه برضو مع second law أنا اتكلمت على entropy قلنا هي property بتوصف حالة system بتاعي فيه حاجة تاني جت مع second law اسمها exergy وفيه حاجة اسمها gipsy free energy exergy and gipsy free energy kelvin plank statement قال ما قدرش أحول كل الانرجي qh إلى work ده اللي قاله second law kelvin plank قال ما قدرش أحول كل ال input ل qh إلى work لازم أرمي جزء إلى surrounding lower ql يعني لو جيت طبقت الفرست له على cycle أقول أن qh هتساوي الwork net اللي طلع من cycle زائد q اللي أنا رميتها إلى الجو نفسر الكلام ده إزاي الانرجي ال input اللي هي qh الجزء اللي تحول إلى work الجزء اللي تحول إلى work اللي هي الwork net هو ده الexergy يعني هي exergy بقى هو جزء الانرجي القابل للتحول إلى work جزء الانرجي القابل للتحول إلى work يعني مش كل الانرجي مفيدة يعني الانرجي يمكن الحول إلى work لازم أرمي جزء صغير منها للجو وجزء بيتحول الانرجي يبقى جزء الانرجي اللي موجود جوا الانرجي اللي بيطلع work مفيد هو اسمه ايه exergy يبقى الwork net ده اسمه exergy وال ql ده اسمها energy energy في مسميات تانية موجودة في الكتب بيسمي exergy available energy available energy exergy ده work والجزء اللي ما بيتحول الى work أو بيترمي للجو لو ql اسمه energy او unavailable energy هديك اجزامبل كده زي البرطقانة لو انت بتاكل برطقانة هل بتاكل كلها باكل برطقاناية لا برمي الاشر والبزر وباكل اللي جوه يبقى البرطقانة كلها كلها غير قابلة للأكل الجزء اللي بيتاكل الجزء اللي بيتاكل هو ده اسمه exergy الجزء اللي بيترمي الغير قابل للأكل اللي هو الاشر والبزر ده اسمه energy فالجزء المفيد exergy هو ده اللي بيطلع work الجزء الغير مفيد ده اللي ما بتحولش الى work بيترمل الجو اللي هو QL اسمه Energy على نفس الكلام دوت جبنا بقى إيه Equation للإكسيرجي إيه بتساوي إيه بقى من المعادلة اللي فوق الwork هيساوي إيه QH ناقص QL QH ناقص QL يبقى الإكسيرجي يعبارها عن حاجتين بطرح حاجة من حاجة زي البرتقانة البرتقانة كلها بطرح منها الايه القشر والبزر بيدين الجزء القابل للأكل نفس الكلام يبقى الإكسيرجي هتساوي total energy اللي هي الإنسالبي يبقى الإنسالبي بتاعة الفيرستلو ما قدرش حاولها كلها الwork الإنسالبي بتاعة الفيرستلو اللي احنا شرحناها مرة اللي فاتت غير قابلة كلها أننا حاولها الwork لازم أرمي منها جزء لازم أرمي منها جزء في جزء منها ما قدرش أحاوله الwork اللي هو إيه تي نود في اس ده الجزء المطروح اللي هو بيترمي للجو تي نود يعني تي نود اللي هي temperature بتاعة surrounding أنا طبعاً برمي الكيو للجو فأنا مرتبط بالجو اللي حوالي اللي هي 25 درجة مضروف في الاس الانتروبي الاس دخل هنا بالnegative يعني إيه الحتة دي يعني كلما زادت الانتروبي الwork بيقل زي ما أنا قلت في الأول الانتروبي هي حاجة مش كويس لما الانتروبي تزيد يبقى العشوائية والفوضوية تزيد يبقى المليكيولز ما تبقاش مرتبة ومنظمة وبالتالي الwork اللي هيطلع هيقل والعكس كلما كان السيستم منظم ومرتب يبقى الانتروبي هتبقى صغيرة وبالتالي الwork أو هيزيد طيب بالنسبة ال-x-serie هي property يعني property بتعتمد على ال-state يعني لو جيت حسبت ال-x-serie في القاهرة غير أسوان ليه لأن أنا مرتبط بالجو اللي هو ال-ambient القاهرة مثلا ال-t-node بيقام 25 أسوان مثلا عن 40 يبقى ال-t-node بقى بيغير من ال-x-serie عشان كده الناس بتطوع السلمو ديناميكس وبطوع ال-combustion قالوا إحنا مش عايزين نعمل reference اللي هو t-node إن واضح إن t-node هتتؤدي إلى اختلاف ال-x-serie ال-x-serie بقى يعتمد على ال-ambient وأنا بحسب ال-x-serie في منطقة معينة هيختلف عن منطقة أخرى بسبب t-node اللي هي ال-ambient عشان كده بدل t-node حطينا اللي هي system temperature بقت أنسب للsystem مليش دعب اللي حوالي من هنا جاء جاء حاجة تاني شبه ال-x-serie اسمها gypsy free energy أو gyps function الجips function أو gypsy free energy هي ex-serie ولكن بينسي المين للsystem temperature يبقى ال-2 حاجة واحدة كل من ال-x-serie وال-gips free energy بتعبر عن available work أو جزء ال-energy القابل للتحول إلى work ال-2 حاجة واحدة ولكن الاختلاف ال-reference ال-x-ergy بينسب لل-ambient أو surrounding t-node ولكن gips function بينسب ال-system نفس ال-2 حاجة واحدة ولكن مع اختلاف ال-reference بتاع واضح لغتنا هل في اسئلة لغتنا نجي لتفسير ال-direction of process ال-process لها تجاه معين زي ما أنا قلت زي ال-head transfer زي ال-process بتمشي من ال-high لل-low وما قدرش عكس اتجاه هذه ال-process أنا قلت أنا محكم بمين ال-process بتمشي دايما في اتجاه ال-entropy increase زي مثال صغير لو انت عندك كرة على ارتفاع معين وسبتها تنزل هتلاق الكرة بتتنط تنزل وتطلع وتنزل يعني القرة initial كانت عند state معينة بتتجه الى state تانية اكثر استقرارا وسباتا ال-state final اسمها equilibrium هذا هو combustion نفس الكلام combustion بيبدأ من state اوكي وبعدين بيتجه الى انظر state يبقى بدأت بstate معينة وبيذهب الى state تانية ال-state final هي equilibrium state يعني الكرة تزنت الكرة كانت فوق عند potential عالي لما نسبتها قتلها نزلت عشان تتخلص من potential بتاعها وتتزن مع ايه ال-ambient اللي حواليه اللي هو ده الاسم الاستقرار او السبات او مثلا عندي كوبات شاي سخنة لو سبتها في الجو اللي بيحصل لها الشاي بيبرد يعني بقى فيها عندي بيخلي السيستم يذهب الى عنده بيكون يعني الشاي بيتزن حراريا مع ال-ambient نفس الكلام ال-combustion بيبدأ من وبيتجه ال-state التانية بيتزن في النهاية حاجة اسمها ايه بقى chemical equilibrium ال-equilibrium بياخد اكتر من صورة ممكن يبقى thermal equilibrium ممكن يبقى mechanical equilibrium ممكن يبقى chemical equilibrium physical equilibrium كل دي صور من ال-ay equilibrium فهنا نفس ال-combustion بيبدأ من state ال-state التانية الى ان يتزن في النهاية عن طريق irreversible process يعني ما اقدرش اعكس الاتجاه ده خلاص زي ما انا قلت من شوية جميع ال-processes اللي في الدنيا كلها ال-actual irreversible ما اقدرش اعكسها تاني بسبب friction لولا friction كان ممكن اعكس الاتجاه ولكن friction بيضيع جزء من ال-work ال-heat friction بيضيع جزء من ال-work ال-heat هل لو انا دخلت ال-heat هل اقدر اطلع ال-work اللي ضاع في friction طبعا مستحيل نفس الكلام في combustion لما انا بحرق وقود وطلع product هل اقدر اعكس ال-product وطلع ارجع الوقود تاني زي ما كان لو عندي وقود صلب حصل له احتراق وطلع بقى ash وهit هل لو رجعت ال-heat تاني ال-ash هيرجع تاني ال-foil طبعا ال-process بيها اتجاه زي ما انا قلت بتتجه ناحية ال-ay ال-entropy increase دايما ال-entropy في زيادة طبعا بالنسبة ال-heat او ال-energy transformation في chemical reaction زي ما انا قلت ال-heat طبعا اللي خرج من combustion ب-distribute طبعا مش هتقف في مكانها يعني مثلا لو حاطت مثلا اناء على النار وبسبب combustion بيحصل heat transfer من low لل-high هل ال-heat وقفة في مكانها لا بيحصل dissipate او distribution لهذه ال-heat يعني هنا مثلا احنا رسمين اهو حاج توزيع درجات الحرارة ده دي الحل في الاول طبعا السيرفيس اللي تحت هو المعرض لل-heat ال-heating سيرفيس في initial عند معين هو اللي كان سخر لكن بعد وقته معين يبدأ يحصل distribute لل-heat ال-heat تبدأ تمشي او distribute بتنتقل خلال هذا من ال-high لل-low بعد وقته معين يبدأ ال-heat تنتشر بعد وقته معين ال-heat تنتشر الى ان كل الاناء او كل ال-content اللي جوه ايه يسغن بالكامل فدايما ال-heat بتمشي من ال-high ال-low الهدف طبعا ان انا اوزع كل هذه ال-heat distribute وما جمعهاش في مكان معين يعني ال-heat تايما خرج لها اتجاه معين برضو محكوم بال-entropy increase ال-entropy increase دايما ال-process ال-combustion process بيتجه ناحية ال-entropy increase يعني لو جيت حسبة ال-delta s ال-entropy من البداية اول state الى النهاية هتلاقي في النهاية هنا ال-entropy طبعا كبير لما انت بتسخن السيستم ايه اللي بيحصل ال-degree of random ناس بتزيد وال-molecules بتتشتت اكتر يعني عملية التشتيت والعشوية بتزيد مع درجة الحرارة فعلا لو انت جيت حسبة ال-entropy وطرحت من ال-entropy هتلاقي ال-delta s كلها ايه اكبر مزيد هنا ال-ayه المقصوب بال-delta s نت delta s نت هي delta s اللي حصل على السيستم ال-entropy بتشينج للسيستم زائد ال-entropy بتشينج للسرراوندين يعني ايه الكلام ده طبعا السيستم مرتبط بالسرراوندين يعني 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 في بين الاتنين يعني هنا طالما انت بتسخن السيستم ال-heat دي جاية منين جاية من السرراوندين مين السيستم بالنسبة لي هي الفليويد اللي داخل الكنتينر يبقى اتجاه ال-heat جاية من السرراوندين الى السيستم يبقى كأنك انت بتبرد السرراوندين وبتسخن السيستم فبرضو انت بتأثر على السرراوندين ك-delta s عشان كده لازم نحسب ال-delta s net ال-combined ال-delta s universe اللي بتشمل ال-delta s التغير اللي حصل في ال-entrobie للسيستم بالاضافة للتغير اللي حصل في السرراوندين وطالما بتكلم على actual process irreversible process لازم ال-delta s ال-net اكبر من زير يعني ممكن ال-delta s سيستم تزيد وممكن السرراوندين يقل ولكن ال-net افكت يكون اكبر من زير طيب الكلام اللي فات كله كان مراجعة لل-second law انا دلوقتي بدأت ادخل واطبق الكلام ده على combustion طب انا كcompression system بعمل combustion system combustion chamber داخل rocket او داخل engine او boiler او gaster engine انا كمهندس المطلوب مني ان انا وانا بصمم system عايز اوصل الى maximum power والmaximum efficiency في جميع هذه السystem طبعا انا كمهندس بصمم engine او boiler او gas او rocket عايز ااخد اقصى حاجة من الفول اقصى استفادة يعني استفيد من كل قطرة وقود يعني داخل هذا system يعني لو في وقود ما تحرق شي او في وقود لم يكتمل احتراء وانت الخسران انا عايز اقلي الاستهلاق الوقود وااخد اكبر power واكبر efficiency طيب عشان ايه هو condition بقى ايه شرط maximum power efficiency هم حاجتين عشان تاخد maximum power efficiency لازم يكون عندك complete combustion يعني complete combustion انك تحرق الفول بالكامل كل تتحول الى CO2 الحاجة التانية يكون عندك بين ال يبقى شروط الحصول على الماكسمن power هم حاتين complete combustion للفول كل الفول يتحول بالكامل الى CO2 H2O ويكون عندي homogenius او complete mixing لكن للأسف في الحقيقة الكلام ده ما بقدرش حققه يعني دي الشروط ولكن انا لو طبقت الكلام ده على الواقع وانا بصمم وبشغل المحرك او الروكت او البيلر مفيش عندي complete combustion مهما عملت زي ما انا قلت جزء صغير من CO2 بيرجع يكون CO يبقى فيه حاجة بتمنعني ان انا اوصل الى complete combustion اللي هو dissociation اللي هو التفكك جزء صغير من H2O يرجع يكون لH2OH وبالتالي ده بينقص الطاور طالما انت ما عندك complete combustion طالما بيطلع عندك CO غير كامل الاحتراء CO يعتبر فيول يعتبر انرجي انت ما خدتهاش لانه لو اجتمل احتراءه كان هيطلع عندك CO2 يبقى فيه حاجة بتمنعني اللي هي dissociation نفس الكلام في الميكسنج الميكسنج محتاج وقت الميكسنج طبعا كperfect ميكسنج ما بقدرش اضمن ان يكون عندي complete ميكسنج على microscale يعني عشان اوصل الى good ميكسنج انا عايز وقت كبير وعايز يعني يكون عندي condition كويسة جدا فبرضو actually ما بقدرش احقق شروط بس ما اقدر اقرب منه يعني اقدر اقل اقل للص بقدر الامكان بس ما اقدرش اوصل الى الايه الى دي حاجات طبعا في الحقيقة صعب الحصول عليه طيب زي ما انا قلت وبدأت الكلام ايه السبب للدسوسيشن ايه السبب اللي عمل للدسوسيشن لو عندي اي ري اكشن او فو كمية من الفو بتتفاعل مع كمية من الير المفروض انه يديني complete combustion CO2 و اتو او و ده لو انا بتكلم استاكومتري استاكومتري يعني انا مدخل هوا على قد الوقود بالزبت لا مدخل زيادة ولا ايه ولا مدخل وقود زيادة ولا اير زيادة رغم كده الكلام ده ما بيحصلش يعني انا لو مدخل استاكومتري كريشيو بيظهر عندي ايه بقى بالاضافة الى التلات حاجات الاساسيين ال CO2 وال ال T2O وال N2 بيطلع عندي حاجات صغيرة بالنسب ضئيلة بتعتمد على بيظهر عندي جزء صغير من ال O2 حاجات صغيرة جدا O H2 H O H و C O طب ايه سبب الكلام ده اللي فصل الكلام ده بقى نرجع ونقول هو بيبحث عن ايه اللي كوليبريم البروسس بتتجاه ناحية من ال فال بيدور على يكون عندها يكون عندها يكون عندها يكون انا محكم دلوقتي ماشي في اتجاه معين الكلام ده معنى ايه ان ال للتلاتة اللي فوق لو حسبت ال لل و وال وال هتلاقيها لسه قليلة وطالما في فرصة ان تزيد السيستم هيروح له السيستم دايما بيتجه او بيدور عند ان يتجه الى دي احسن حاجة بالنسبة له طب الكلام ده هيحصل ازاي عشان يستقر الكمبسشن وعشان يذهب الى هيضحي بجزء صغير من السي او تو يعني السي او تو جزء صغير منه وليكن خامسة العشرة في المية الجزء ده او بيعتمد على كلما زادت كلما زادت نسبة التفكك يبقى النسبة اللي تتفكك بتزيد نفس الكلام جزء صغير من الاتش تو او وليكن من خمسة العشرة في المية بيحصل دوسوسياشن وبيرجع تاني يكون يكون ايه بقى اتش تو او اتش عشان كده ظهر لي حاجة اسمها دوسوسياشن ري اكشن حاجة اسمها ريفيرس او باكورد او دوسوسياشن ري اكشن الري اكشن ده عليه سهمين رايح جاي يعني بيقول ان بيتفكك الى فعلا هو جزء منه بيتفكك الى وهي ظهر وظهر نفس الكلام الاتش تو بيتفكك الى اتش تو و او ادي اتش تو و او وفي صورة تانية الاتش تو ممكن يتفكك الو او اتش و اه و اتش في اكتر من صورة للدسوسياشن ايه اللي بيخلي دوسوسياشن موجود مين اللي بيعمله انشيات التمبرتشر العالية يبقى السبب الرئيسي للدسوسياشن الهي تمبرتشر دي المشكلة عشان كده بقى ده هيا خدنا الى المشكلة لما تبقى البرودكت عند هاي تمبرتشر لما البرودكت السي او تو و اتش تو او وال انتو تخرج عن درجات حرارة عالية الفين فما فوق ده اللي بيعمل انشيات للدسوسياشن يبقى دي المشكلة يبقى دلوقتي وانت بتصمم الكمبوسشن ما تصمموش عن درجات حرارة عالية لان بتعمل دسوسياشن عالي وانت الخسران ليه انت ليه خسران لان هيظهر عندك سي او السي او ده معنى ايه وده معنى استهلاك عالي للفين هتلاقي المحرك بيستهلك وقود كتير لان انت صممتو على الهي تمبرتشر طب نيجي للمشكلة يبقى لو البرودت خرج عند هاي تمبرتشر تراكشن من السي او دو جزء صغير مش كله من الاتشو تو او وجزء صغير من السي او دو هيتفككوا الى عناصرهم الاولية اللي هما يبقى اهو هيظهر عندك سي او و او دو او ومع اتشو تو و او دو طب هو ليه عمل كده التفكك ده عمل حاجة مع التفكك او مع الديسوسييشن زود عدد الميليكيولز تعالى كده بص تحت بقى عندي تسع حاجات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تسع فوق كان تلات حاجات بس يبقى الديسوسييشن اللي بيحصل عند عمل يبقى زود وبالتالي زود الديسوسييشن الكلام ده فعلا ماشي مع ساكند لو كلام صح لان الساكند لو قال ان البروسيس بتتجه ناحية الانتروبينجريز فهذا الديسوسييشن عمل ايه بقى زود النمبر افمول وبالتالي زود او وبالتالي زود الانتروبي يبقى فعلا الكمباسشن او مع الديسوسييشن بيساعد الكمباسشن ان يزود الانتروبي للمكشر كله على بعض يبقى لو جيت حسبت الانتروبي للمكشر اللي تحت الكبير دوت لو فيه تسع حاجات هتلاقي اكبر من الانتروبي اللي فوق التلات حاجات الكلام ده معناه ايه ان المكشر اللي تحت دوت موجود عند انتروبي عالي وبالتالي هو اكثر استقرارا وبالتالي هذا المكشر موجود اندر كميكاليكوليبين يبقى الانتروبي زود عدد الملكيولز وبالتالي لما بيزيد عدد الملكيولز بتزيد الدجري وبالتالي الانتروبي بتزيد وده فعلا ماشي مع السكند اللي قال ان البروسيس بتتجي ناحية الانتروبي العالي عشان كده بيحصل بيحصل غصبة عن الانتروبي بتاعي ودسوتيش بيزيد مع كلما تواجد عند بيزيد يعني هتلاقي نسبة بتزيد ونسبة بتزيد على حساب مين على حساب يعني كلما انت صممت عن درجات حرارة عالية انت الخسران ليه نسبة اللي بتطلع عالية ونسبة السي اوتو بتقل الكلام ده معنى ايه ان فيه انريجي انت ما خدتهاش الكلام ده معنى ان استهلاك الوقود بيزيد وده معنى ان الورك بيقل طب ايه الكونكلوجين ده انا عايز اقوله الكونكلوجين هو لما تيجي تصمم السيستم ما تصمموش عن درجات حرارة عالية لان دوت بيعمل ديسوتيش كم تقريبا في حدود الف خمسمية الف ربعمية الف سلتمية في الحدود دي ليه دي الحدود النورمل ليه اولا دير اللي تفجي درجات حرارة مش عالية وبالتالي لو حصل هيحصل بنسبة صغيرة وبالتالي هيبقى السي او نسبة صغيرة وبالتالي اللص هيقل تمام يعني نسبة السي او دي كده كده هتحصل بس انا بقلله الهدف انا كمهندس ان انا قلل اللص هو كده كده سي او لازم يطلع بس انا عايز اقلل كميته فعشان نقلل كميته وانا بصمم السيستم اصممها عند لور تنبريتشر عشان نقلل واضح لغتنا هل في اسئلة لغتنا تماما تماما دكتور تماما اوكي طيب السيمبل طبعا احنا مش هناخد المعادلة الضخمة الكبيرة دي يعني احنا هناخد الكلام ده على عشان نعرف نحل لها بس هو ده يعني اللي بيحصل في الحقيقة فعلا لو انت مسكت اللي خارج من اي سيستم هتلاقيه بيحتوي على كل الحاجات دي احنا هناخد حاجة خالص اه يعني تفاعل سي او بيتحد مع نسبة من المفروض اديني دي اكويشن طب الاكشوال كيس بتاعتها ده الايديال ده لو ما فيش دي سوسيشن وزاوة دي سوسيشن المفروض ان كل السي او بيتفاعل مع كل او تو يديك سي او تو لكن في الحقيقة بيطلع عندي اي بقى وزي سوسيشن بيطلع معايا ثلاث حاجات يعني السي او تو لم يكتمل احتراؤه يعني كان المفروض يطلع واحد سي او تو طلع حاجة قال لي من واحد يعني واحد ناقص فراكشن اسمه زد زد ده فراكشن في المقابل ظهر جزء من السي او وجزء من الاوتو يعني الكلام ده معنى ايه الكلام ده معنى ان الرياكتنت موجودة مع البرودكت هنا بقى باتكلم على الايكوليبيوم كلنا موجودين مع بعض يعني ما فيش حاجة اسمها برودكت الواحد يعني قبل كده واحد واثنين كنت بقول ان الرياكتنت تتحول الى برودكت لا اكشوالي الرياكتنت موجودة بنسبة مع الرياكتنت يعني البرودكت ورياكتنت موجودين مع بعض ولكن في حالة من الاتزان كلنا موجودين اهو تعالى بص اللي بيحصل في الحقيقة البرودكت موجود بنسبة معينة واحد نقص زد مع نسبة من الرياكتنت بس نسبة الرياكتنت صغيرة والبرودكت كبيرة لان زد بيبقى رقم صغير 0.1 0.2 من النسبة الاكبر CO2 يعني لما يتفكى الجزء من CO2 لو زد لو زد مثلا ب 0.1 هيبقى نسبة CO2 كام 9 من 10 90% ونسبة CO هتبقى 10% الدزاينر الناجح المهندس الشاطر يصمم على كام بقى يصمم بحيث انه بقدر الامكان ينقص نسبة CO ويزود نسبة CO2 انا عايز دايما اتاجه ناحية مين الكمبيت كومبليت كومبس يعني عايز دايما اناقص CO وزود CO2 هو كده كده بس انا بقلله بقدر الامكان لو انت نجحت ان انت تخلي CO1% تمام وخلي CO2 اكتر من 90% انت كده حققت ترجع بتاعك بس انا عايز اقوله التلاتة بيطلعوا مع بعض التلاتة موجودين مع بعض مفيش حاجة اسمها CO2 بيطلع لو وخلاص ننسى بقى اللي فات الفرست لو والcomplete combustion اللي بيحصل في الحقيقة ان الرياكتنت بتتواجد مع البرودت ولكن بنسب بتعتمد على الكونديشن اللي موجود فيه الكونديشن دي التمبريتشر والبرشر كلما زادت تمبريتشر كلما زادت نسبة CO وهنا الخسارة بتزيد كلما قلت التمبريتشر كلما قلت CO وهنا الكفاءة بتزيد طيب الكلام ده نوضحه بقى بجراف افضل كجراف كsecond law التفاعل البسيط لانا لسه قيله من شوية اللي هو CO اهو زاد half O2 المفروض يديني CO2 طيب على X هرسم ايه بقى هرسم زد اللي هي الفراكشن اللي هيتفكك من CO2 مش انا لسه قال من شوية ان فيه جزء من CO2 اسمه زد هيتفكك عشان يكون جزء تاني من CO وال auto ده اللي هو dissociation يبقى الفراكشن اللي بيتفكك من CO2 سمته زد الفراكشن ده في حدود كام تقريبا الفراكشن ده هو جزء من الواحد يعني المفروض يطلع عندي ايه واحد CO2 يطلع عندي واحد CO2 فالفراكشن بيتراوح من زيرو الى الماكسمم انا بالنسبة للماكسمم كام واحد يبقى زد limit او من زيرو الواحد اه زيرو point two point four point six point تمانية واحد واحدة واحدة يعني ايه زد بزيرو الفيزيكال مينينج لزد بزيرو يعني كده افهم ايه لو زد بزيرو يبقى ما فيش حاجة تفككت من CO2 يبقى كل ايه كلها CO2 ده ترجيب بتاعي يا سلام انا نفسي اوصل لزد بزيرو ده يعني ده احسن حاجة بالنسبة لي بس ده طبعا حاجة مثالية طيب نيجي للليمت التاني يعني ايه زد بواحد يعني ايه زد بواحد لو زد بواحد حط هنا زد بواحد يبقى واحد نقص واحد بزيرو الكلام ده معنى ايه ان كل CO2 تفكك الى CO2 ده انت هنا الدنيا عندك خربان خالص يعني لو الزد بواحد ما فيش عندك حاجة طلعت ما حصلش تفاعل من اساسه ان كل CO2 رجع تاني لCO وO2 يعني بالنسبة لي ممكن تقول ان دي الرياكتنت او الانيشيال استيت الانيشيال استيت يبقى الانيشيال استيت اللي هي واحد انا عايز اروح لمين عايز اذهب الى زد بزيرو انا نفسي قال للزد نفسي قال للخسارة زد بتمثل لخسارة لص فانا عايز قال للزد عايز اخلي الخسارة بزيرو فانا عايز اتجه من واحد لزيرو طيب نيجل درجة الحرارة لما تبقى الزد بواحد ما فيش تفاعل حصل ما فيش حرارة انطلقت وبالتالت قليلة لا بالخط الاسود لما اتجه من واحد لزيرو لما الزد تقل معنى الكلام ده ايه بزود نسبة السي او تو وبقلل السي او يبقى لما انا اتجه من واحد لزيرو باتجه الى السي او تو يبقى كده انا عمال ااخد انرجي وبالتالي بتزيد درجة الحرارة فعلا هتلاقي التي عند زيد بزيرو عالية حصل بالكامل التي عند زيد بواحد قليلة لانه ده تمام نيجي بالنسبة للانتروبي يدخل بقى في الموضوع بالنسبة للسكند نحسب لكل حاجة طيب عند اللي هي عند زيد بواحد كان عندي ايه كان عندي سي او وهاف او تو لو جيت حسابة الانتروبي هتلاقيها لسه قليلة اهي الانتروبي اللي هي بالكيرف الاحمر هحسب الانتروبي عند زيد بواحد يعني زيد بواحد يعني الانشال ستيت الرياكتنت كان عندي سي او وهاف او تو في الاول كانت الانتروبي قليلة طيب لما بتجه من واحد لزيرو يعني لما الزد يقل يعني ايه زد بيقل يعني بدأ يحصل تفاعل او رياكشن الزد بدأ يقل يعني بدأ يزيد السي او تو والسي او بدأ يقل معنى كده ان بدأت حاجات تظهر معايا بدلا ما كان عندي حاجتين في الاول بدأ يظهر عندي ثلاث حاجات سي او تو وسي او وقو كلما الزد عمل بينقص نسبة السي او تو عمل تزيد وده بيزود من الدجري of randomness والمolecular activity للميكشر وبالتالي هتلاقي الاس عمل بتزيد يبقى فعلا في الاول الاس كانت قليلة ولما بتجه الى السي او تو الاس عمل بتزيد لغاية سام بوينت لغاية سام بوينت تلاقي عنده نقطة ما تقريبا عند الزد حوالين خمسين في المية خمسة وربعين في المية في الحدود دي تقريبا طبعا الرقم دوت متغير بيعتمد على الـ بريتشر والبريتشر هاوصل الى اس بماكسيمون طيب لو انا تخيلت ان انا عادت اكمل وزهبت الى السي او تو عند السي او تو هتلاقي الانترو بي قليلة ققال من الماكسيمون ليه لان عند السي او تو عند زد بزيرو انت عندك حاجة واحدة بس انت عندك حاجة واحدة بس عندك مليكيول واحد لكن في النص عند خمسين في المية كان عندك تلات حاجات يعني عندك ثلاثة سبيشز سي او تو و سي او و او ولكن عند زد بزيرو انت عندك حاجة واحدة وبالتالي ده نقص الانتروبي فالكلام ده معناه مستحيل اقدر اوصل لسي او تو ليه لان من السي او مستحيل الانترو بترجع تقل هل معقول الانترو بترجع تقل بعدما وصلت للماكسيمون انتروبي ارجع انزل تقل للمينيموم طبعا مستحيل ولو حاولت لو انت حاولت تروح لسي او تو هتلاقي الرياكشن يرجع تقل للماكسيمون يبقى دايما السهم سواء يمين او شمال السهم بيتجه ناحية من البيانت الماكسيمون يبقى هي نقطة واحدة من هنا اللي انا عايز اقوله ما بقدرش اوصل للسي او تو ما فيش عندكم بليتكم بصش في اي ار اكشن في الدنيا ما بيطلعش عند سي او تو ليه لان عند السي او تو الانترو بيقليلة ومن اتزان 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 خلاص احنا موجودين مع بعض كلنا ومتزنين مع بعض يعني الرياكتنت موجود مع البرودكت كله شايف كله ومش قادرين يتحدوا مع بعض خلاص السي او مش قادر يتحد مع الاتو خلاص انا مين اللي حاكمني الانتروبي انا هنا احنا كده وصلنا الى احسن حاجة خلاص اللي هي الاكسما الانتروبي يبقى البروسيس بتتحرك من النقطة دي نقطة واحد لغاية تزد تقريبا بنص تقريبا كلام جميل نفسر الكلام ده بالجيبس فانكشن الجيبس فانكشن احنا قلنا الجيبس فانكشن يعبار عن ايه الانرجي القابلة للتحول الى وورك الجيبس فانكشن اللي هي يجي بتساول انصال بي اتش ناقص التي سيستم في الانتروبي اس طيب لما الاس بتزيد اثناء الرياكشن الاس دخل بالنيجاتيب يبقى الجي هتقل اهو الجي عكس الاس لما الاس بتزيد من واحد من زد بواحد الى زد بنص الكلام ده بيصاحبه نقص في الايه الجيبس انرجي لان الانتروبي بتنقص الورك الكلام ده معنى ايه ان النقطة اللي عندها ماكسمم انتروبي بتناظر مينيمم جيبس انرج يعني لما السيستم يوصل الى الماكسمم انتروبي خلاص انت كده بقى عندك مينيمم انرج اهي لان الاس لما تبقى ماكسمم الجي اس مينيمم طيب تعال كده روح الاس مش ماكسمم يعني الاس قليلة وده الكلام ده معنى ان الجيبس عالي اهو لكن عند النقطة ديت اللي هي الماكسمم انتروبي بتناظر مينيمم جيبس في انرج وفعلا السهم بيوديني فين دايما بتجه ناحية المينيمم جيبس انرج سواء هبدأ من السيو او هبدأ من الانتروبي دايما بتجه لنهاية واحدة هي انهاية واحدة خلاص انا كده طريقي اصبح معروف نفس الكلام كانتروبي دايما بتجه ناحية مين الماكسمم انتروبي وده اللي قاله السكند لو هو ده اللي وضح السكند لو ان الكمبسش الاتجاه الاتجاه ده محكم بالانتروبي انجريز دايما بروح ناحية الماكسمم انتروبي او بروح ناحية المينمم جيبس فري انرج عشان اقرب الكلام ده في ذهنك حط هنا تخيل كده الجيبس كير في دوت كأنه منحنة منحنة وحط هنا كورة حطها على اليمين او حطها على الشمال وسيب الكورة الكورة تروح فين بتروح ناحية اللور بتنشيال الكورة دي هي الرياكشن الكورة عايز تتزم فين لما بتسيب الكورة الكورة بتقعد تنزل لغاية المينمم بوتينشيال نفس الكلام هذا هو التفاعل يبقى التفاعل عايز يستقر او عايز يتزم كميكالي اكوليبريم عند الpoint اتويتش ايه بقى مينمم جيبس انرجي او ماكسمم انتروبي لو حطيت الكورة عند CO2 هتوقف مش هتوقف يبقى الرياكشن عمر ما هيوقف عند CO2 هتلاقى الرياكشن يتحرك ناحية مين المينمم او الpoint اللي عندها الجي is minimum يبقى الخط الاسود ده اللي يبقى هو ده اللي يعني التفاعل هيوقف خلاص مافيش تفاعل تانا هيحصل يبقى عند ويكون الاس ماكسمم للمكشر والجي مينمم والرياكتنت موجود مع البرودكت بنسب بتاعتمد على الكونديشن اللي موجود عنده من هنا بقى الكلام ده وصلنا لحاجة اسمها الكيمي الكليبريم يبقى من وصلت الكيميكال الكليبريم اهو فين الكيميكال الكليبريم بقى فين النقطة يبقى انا للأسف عمري ما هاوصل لسي او الكلام بقى اللي عادنا الاول بقى في شيط وان وشيط اللي هو المرتين اللي فاتوا مفيش عندي سي او بس لا بيطلع معايا سي او تو و اتشو تو او سي او تو و او تو و سي او اللي هو الكليبريم اللي هو الخط المنقط اللي سود هي دي النقطة اللي عندها التفاعل هيقف معايا طب ارجع ثاني واقول يعني ايه كيميكا الكليبريم الكليبريم هو اتزان بين حقين حاجة بتسوي حاجة يعني مثلا لما اقول عندي يبقى بيساوي ده معنا اتزان اتزان يبقى حاجتين بيصوا بعض لما اقول عندي يبقى نفس الكلام في الكيميكا الكليبريم ايه اللي بيتزان عندي اللي بيتزان عندي بقى حاجة اسمها الرياكشن ريت زي اللاعبة الناس اللي بيشدوا الحبل فيه ناس كده بيلعبوا كده بيشدوا الحبل تلاتة وقفين على اليمين وتلاتة على الشمال وبيشدوا حبل لو القوة بتاعة التلاتة اليمين بتسوي القوة بتاعة تلاتة الشمال خلاص الحبل مش هيتحرك لو انا زودت فرض رابع فاصبح الارباعة تغلبوا على التلاتة يبقى هنا هيبدأ الحبلة تحرك نفس الكلام اين هو انا فيه هنا عندي اتنين رياكشن ريت انا ما عنديش ريت واحد رياكشن ريت يعني معدل التفاعل التفاعل ده بيتم بمعدل معين سرعة التفاعلات الكيميائية يعني بحرق كم كيلو جرام من الوقود في الثانية معدل استهلاك ده اسمه معدل تفاعل يعني لما هل انا بحرق خمسة جرام في الثانية ولا عشرة جرام في الثانية ولا عشرين جرام في الثانية ده اسمه رياكشن ريت انا هنا عندي اتنين ريت فين الريت دول في عندي فورورد رياكشن ريت اللي هو بمشيني ناحية ده اسمه الفورورد ده الاتجاه الصح يبقى أنا عندي فيه اللي هو باتجه ناحية من السي او تو وفيه عندي ده اللي عايز يرجعني يعني هنا اتلاقي الرياكشن عليه ساهمين أنا بقول سي او زي اضهاف او تو ساهمين رايحين جايين سي او تو فيه ساهم رايح لليمين ده اسمه الفورورد أنا دايما عايز ازود الفورورد دايما عايز امشي لقدام قدام يعني فين ناحية السي او تو هو ده الصح بس للأسف فيه قوة او فيه ريت عايز يرجعني الورا زي مثلا بطلع السلم أنا بطلع عكس الجاذبية فيه فرص الفوق فيه فرص التحت نفس الكلام الرياكشن محكوم بالطور ريت فيه ريت بيماشين لقدام وفيه ريت بيحاول يرجعنه الورا اللي هو اتجاه ال او تو وال سي او ده اسمه الباكورد ريت طب سؤال الرياكشن ريت بيعتمد على ايه الرياكشن ريت بيعتمد على ايه الرياكشن ريت بيعتمد على حاجات كتير البرشور والتمبراتشور والكنسنتريشن الرياكشن ريت بيعتمد على البرشور والتمبراتشور والكنسنتريشن طب احنا هنا هنقول ان البرشور والتمبراتشور سبتي يعني أثناء الكمبسشن أو أثناء الرياكشن يبقى مين الـ الكونسنتريشن يعني أي كونسنتريشن نسبة يعني لما أقول مثلا نسبة الـ CO2 في مكتشور أنا عندي مكتشور خليط من 3 حاجات عندي تانك في 3 حاجات في CO2 وفي O2 وفي CO هل نسبتهم واحدة؟ لا كل واحد ليه نسبة لما أقول مثلا تركيز أو نسبة الـ CO اللي هي X XCO يعني XCO الـ concentration أو المول فراكشن بتاع الـ CO يعني المول فراكشن يعني number of مول بتاع الـ CO على total number للمكشف ده اسمه تركيز كامل كيول للـ CO على الكل نفس الكلام لما أقول المول فراكشن بتاع الـ CO أو الـ concentration بتاع الـ CO دي معنى إيه؟ يبقى number of مول بتاع الـ CO على total number للمكشف يبقى الـ reaction rate بيعتمد على number of مول أو بيعتمد على الـ concentration بمعنى اللي ليه concentration عالي هو اللي يغنب زي اللي لعبة الحبل أربعة يتغلبوا على التلاتة اللي ليه concentration عالي هو اللي يغنب طب نرجع تاني ونشوف الـ forward rate الـ forward rate بيعتمد على مين؟ على نسبة تواجد reactant اللي هما الـ CO والـ O2 يبقى الـ forward rate مين اللي بيساعدني؟ مين في جابهة الـ forward؟ الـ CO والـ O2 هما دول اللي بيخلونا مشل أدام الـ backward rate بيعتمد على مين؟ على الـ CO2 لأنه هو اللي عايزة راجعني الورا يعني الـ CO2 عامل لي مقاومة يبقى الـ forward rate اللي هي الـ R forward بيعتمد على الـ concentration أو المول fraction بتاع reactant لوما الـ CO والـ O2 والـ backward rate بيعتمد على المول fraction أو الـ concentration بتاع مين؟ الـ CO2 يبقى اللي بيخلونا مشل أدام هما مين؟ الـ CO والـ O2 تركيزهم واللي بيرجعني للخلف اللي هو تركيز الـ CO طيب نفسر الكلام ده على الكرد اللي على اليمين في النصف الأيمن في النصف الأيمن من زد بنص لغاية زد بواحد مين اللي ليه تركيز عالي؟ من زد بنص لغاية زد بواحد ده معنى إيه؟ أن أنا قريب من reactant يعني نسبة تواجد reactant عالية يعني الـ forward rate أكبر من الـ backward rate يبقى أنا كده في الاتجاه الصح أنا كده في التمام يبقى في النصف الأيمن من زد بنص لغاية زد بواحد ده معنى أن نسبة المتفاعلات أكبر من النواتج يعني الـ forward أكبر من الـ backward ليه؟ لأن نسب أو المول fraction بتاع الـ CO والـ O2 أكبر من الـ CO2 يبقى في النصف الأيمن من المسيطر أو من الغالب من الأقوى الأقوى هو الـ forward عشان كده reaction ماشي للشمال أهو ماشي ناحية الشمال ماشي ناحية الـ CO2 أنا ماشي في الاتجاه الصح يبقى من زد بنص لزد بواحد الـ forward هو الأكبر يبقى أنا ماشي في الاتجاه الصح أنا الغالب أنا المسيطر وبالتالي أنا ماشي أهو ناحية الـ CO2 طب همشي إلى مال نهاية؟ لأ للأسف لما أنت بتعدي زد بنص أنت دخلت في أرض يمين بقى دلوقتي عند زد بنص نسبة النواتج أكبر من المتفاعلات يعني نسبة الـ CO2 أكبر من الـ CO2 أنت دخلت في أرض الـ CO2 عشان كده أنا مش قادر أكمل يعني النصف الأيمن الـ forward هو الأكبر النصف الأيصر الـ backward هو الأكبر عشان كده إحنا تزننا فين بقى حصل تعادل أو اتزان عند النقطة اللي في النص دي في النص هنا خلاص كله أد بعض ما فيش حد أحسن من حد ما فيش حد إيه أكبر من حد الـ backward add forward عشان كده التفاعل وقف التفاعل وقف يبقى هنا حصل اتزان هنا بقى هنا اسمه chemical equilibrium equilibrium يعني equilibrium يعني reaction rate الـ forward هيساوي backward rate يعني معدل التفاعل forward هيساوي معدل التفاعل backward يعني معدل يعني سرعة التفاعلات الكيميائية يعني معدل يعني بحرق كم كيلو جرام في الثاني ده اسمه reaction rate واضح لغة هنا هل في أسئلة لغة هنا تماما دكتور اوكي تماما يبقى هنا condition of chemical equilibrium أقدر أعبر عنه بأكتر من حاجة يبقى عند chemical equilibrium أقدر أقول أن الـ maximum طبقا لل second low ودي تناظر G minimum وزي ما قلت حط كده كورة الكورة هتنحدر من high لل low عمرها ما تترجع ترجع تاني لل high لأن الـ entropy عند CO2 قليلة أو الجي عالي فدايما القورة بتتجه ناحية minimum potential اللي هي minimum جبس برضو عبرت عن equilibrium بالإيه reaction rate قلت عند chemical equilibrium reaction rate الـ forward بيساوي الـ backward حصل تعادل أو اتزام بعد شوية بقى هنقدر نتكلم بقى الـ peak الـ peak دي عند كم عند زد بنص الـ peak أقدر أرحلها مين أو شمال يبقى الـ peak دي أنا عايز أخلي الـ peak ناحية مين ناحية CO2 أنا عايز أقرب من مين من CO2 الـ peak هنا في النص فلما الـ peak قربت من CO2 انت جده صح يبقى أنا فعلا بقرب من مين CO2 اللي هو complete combustion طيب زي ما أنا قلت وسط الكلام اللي بيزود الـ entropy اللي بيخلي الـ entropy تزيد من نقطة زد بواحد لغاية زد بنص أكتر من سبب أول حاجة الـ rate of reaction انطلاق الحرارة degree of randomness والmixing كل دوت بيساعد على زيادة الـ entropy يعني أثناء بتنطلق حرارة والحرارة دي بتزود تمام حتى في نفس الوقت السيراوندنج بتأثر معايا السيراوندنج بتأثر معايا لما بتنطلق حرارة لما بتتكلم على اكسوسير ميك ريأكشن اكسوسير ميك ريأكشن يعني اكسوسير ميك ريأكشن تفاعل طارد الحرارة يعني الـ heat بتمشي أو بتخرج من السيستم لسيراوندنج الكلام ده معنى يعني انت بتسخن السيراوندنج يعني انت برضو بتزود الـ entropy لسيراوندنج عشان كده بنتكلم على ايه delta s net يعني مش بس السيستم انتروبي بتزيد ده كمان السيراوندنج كمان بيزيد أو بيضغير يعني عشان كده بتكلم على الـ combined effect delta s اللي اتنين مع بعض delta s للسيستم والسيراوندنج السيراوندنج ليه بيزيد عشان الحرارة انطلقت من السيستم اللي هو الـ combustion للسيراوندنج وبالتالي بيزود الـ entropy للسيراوندنج اللي حوالين الايه الـ combustion بالنسبة للسيستم بقى الـ entropy اللي بتزيد اولا بسبب dissociation يعني يشوف بقى dissociation عمال يفك بدل كل CO2 بيكون قدامه CO وO2 بيزيد عدد الميليكيول الحاجة التانية الـ chemical structure بيختلف يعني هنا عند زد بواحد كان عند CO وO2 عند زد بنص ده أنا عندي CO وO2 وCO2 وCO2 ده حاجة مختلفة عن CO وبالتالي الـ entropy مختلف الحاجة التالتة والاخيرة ان اثناء الـ combustion بيزيد الميكسينج او بيزيد الـ interaction بين الميليكيول وده برضو بيزود الـ entropy فده بيفسر لنا للـ entropy كده كده بتزيد من الـ initial الى final state طيب ووسط الكلام انا اتكلمت على reaction rate وشرحت منه ان قلت الـ reaction rate اهو الـ R يعني هي reaction rate هو rate of consumption معدل استهلاك سرعة التفاعلات الكيميائية reaction rate يعني بحرق كم كيلو جرام في الثانية كلما زودت reaction rate يبقى معدل الحريق عالي ومعدل انتقال الحرارة عالي انا عايز دايما في الحياة العملية وانا بعمل اي combustion system لانا ازود الـ rate of reaction لما بزود rate of reaction بحرق كميات اكبر من الفاول وبالتالي بتنطلق الـ heat بمعدل عالي والـ work هيزيد انا بتكلم على rate of energy يعني power فانت عشان تزود الـ power بتاعت العربية لازم تزود rate of heat release وبالتالي لازم تزود rate of reaction فانت هيهمك دايما انك ترفع او تزود معدل احتراق او سرعة الحريق rate of reaction بيعتمد على ايه اكتر من حاجة بيعتمد على تركيز الـ concentration او المول fraction بتاع الفاول بيعتمد على المول fraction بتاع الـ oxygen اللي هو air او الـ oxygen بيعتمد على temperature بيعتمد على pressure عشان تزود the rate of reaction زود نسبة الفاول زود نسبة الـ oxygen زود درجة الحرارة زود الـ pressure لما بتزيد درجة الحرارة الـ energy بتاعت الملكيولز بتزيد ولما بتزيد الـ energy بتاعت الملكيولز rate of collision بيزيد يعني reaction يعني collision لما الملكيول يبقى مور energetic هيبقى معدل التصدم عالي معدل كسر الروابط بيزيد وبالتالي بيزيد الـ rate of reaction نفس الـ pressure ازاي الـ pressure بيأثر لما بزود الـ pressure بقرب الملكيولز من بعض لما بقرب ها من بعض بيزيد rate of collision يبقى الـ pressure بيساعد على الـ rate of reaction الـ temperature كذلك وكذلك الـ concentration عشان اوضح الـ concentration تعال بص على اليمين ادي فيو الملكيول حواليه 4 air molecules فيو الملكيول وحواليه 4 air molecules الـ reaction بيجي منين نتيجة للتصدم يبقى لما الفويل يصطدم بالـ air بيكسر الروابط تمام تعال كده بص اللي بيحصل ادي الفويل خبطه هنا فاضي مفيش حد هنا هنا فاضي هنا حصل collision هنا مفيش هنا حصل collision هنا مفيش تمام طب تعال كده بص تحت تحت زودت الايه زودت عدد الملكيولز بتاعت الـ air بدل ما الفويل كان حوالي اربعة ملكيولز air لا بقى حوالي تمانية يبقى انت هنا زودت مين زودت الـ اوكسر 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 تعالنا كده بص زودت نسبة احتمالات التصادم وبالتالي الفويل في كل اتجاه بيصطدم بالـ air اهو يبقى انت عشان تزود زود ايه تركيز او نسبة او عدد الملكيولز للـ air او الفويل لما بتزود المول فراكشن للـ او الـ air ده بيساعد على ايه بقى على زاد الـ وزا ما انا قلت الرسمة اللي فاتت في النصف الايمن بيبقى الفورورد هو المسيطر اكبر من الباكورد لان تركيز السي او والاو اكبر بالنصف الايصر بيكون تركيز السي او هو لقال عشان كده هنلاقى ان الباكورد اكبر من الفورورد ولكن في النصف تقريبا عن 50% بيحصل للتعادل الفورورد ريت بيساوي الباكورد ريت طيب انا اعمل ايه بقى يعني طبيقا للكلام اللي فات كله عايز اعمل بقى سيستم وعايز اتعلم بقى انا عايز اوصل لظروف اه مثالية او يعني بقدر الامكان اه اقل اللص خلاص عرفت اني فيه مشكلة بتحصل وديسوسياشن وبيقلل الانرجي وبيقلل الورك طب ايه تأثير البرامترز ايه هي البرامتر اللي بتأثر على السيستم بتاعي فيه واحد في الكيميستري اسمه فرنساوي اسمه لوشاتي عمل رول باسمه لوشاتي رول ده ده دول ايه تأثير التمبريتشر ايه تأثير البرشور ايه تأثير الكنسنتريشن على الديسوسياشن الديسوسياشن دي مشكلة بتحصل طبعا انا عايز انا قصها عايز عالج بقى انا ده عايز اصمم سيستم يكون في الديسوسياشن اقل الديسوسياشن بيمثلي لص طبعا لو انت عندك سيستم متزن اهو اي سيستم متزن وعملت عليه تغير ما السيستم لازم يعمل حاجة عشان يوليش هذا التغير انا هديك انت في الشتاء بتعمل ايه في ايام البرد بتليك بتلبس هدوم كتير صح يعني في ايام البرد بالبس حاجات غمقة وبالبس بلوفرات وسويتر كتير ليه عشان ازود الانسوليشن او عشان اقل الهيتلوس مش بس كده هتلاقيك كمان بتاكل كتير عشان تعوض الهيت الهيتلوس اللي بيحصل من جسمك يعني هتلاقي في الشتاء عشان الهيتلوس بيزيد من اجسامنا هتلاقيك انت بتاكل كتير مش بس كده بتلبس حاجات تقيلة عشان تقلل الهيتلوس فانت بتعمل حاجة عشان تلاقي التأثير اللي بيحصل. العكس في الصيف هتلاقي مثلا ممكن معدل الاكل بيقل بلبس حاجات مثلا فتحة او بيضة عشان اعكس الحرارة نفسها او ازود الهيتلوس نفس الكلام برضو الكمباشن ازا سيستم بيحاول يعمل حاجة او اكشن عشان يلاقيش التأثير اللي بيحصل عليه طب ايه تأثير التمبريتشوف لو انا عندي سيستم ما يعني الكمباشن شيمبر فيها مكشر من مثلا سي او تو و سي او و او تو وعملت تبريد يعني السيستم لوزينج هيت لانا كان عندي تانك او فيزل في سي او وفي سي او تو و او تو وبيحصل من السيستم السيستم هسكت لا مش هسكت السيستم لازم يعمل حاجة عشان يلاشي هذا التأثير طب هيعمل ايه السيستم دوت السيستم عشان يعوض الهيت لص لازم يعمل جينريت الهيت ما هو دلوقتي اصبح فيه هيت لص بيحصل منه يعمل ايه بقى يحاول يزود نسبة السي او تو يعني ايه الكلام ده يعني يحصل ايه بقى يحصل association طالما انت بيحصل تبريد من السيستم انا بدي على سبيل المثال بيحصل الهيت لص من السيستم السيستم عايز يعمل عشان يعوض الهيت لص يعمل ايه بقى السي او يتحد مع عشان يديني عشان تنطلق حرارة عشان يحوض الهيت لص اللي بيحصل من السيستم ده بيحصل امتى لما بتقلي درجة الحرارة يبقى هنا الهيت لصمم السيستم على درجة حرارة قليلة بتساعد على ايه الاسوسياش وبتقالل الاسوسياش مده اللي احنا قلنا في الاول والعكس لما بيزيد درجة الحرارة يحصل العكس بيزيد الاسوسياش لما بيزيد درجة الحرارة التفاعل يمشي من سي او تو الى سي او يبقى هنا لشة الي قال ايه 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 بيتم على system في حالة chemical equilibrium is counteracted in the direction that tends to remove this change هذا التغير counteracted في اتجاه بحيث يلاشي هذا التغير البيعس وزي ما قلت ايه تأسيد temperature on dissipation لما بتقل لدرجة الحرارة system عايز يعاوض النقص لدرجة الحرارة يعمل يبقى السيستم يتحد CO مع الauto عشان يزود CO2 يعني لما بتقل لدرجة الحرارة للسيستم هتلاقي ان نسبة CO بتقل عشان يزود CO2 ليه عشان يطلع هيت ليه عشان يعاوض اللي بيحصل في السيستم هنا بقى لما تيجي تصمم combustion chamber ما تصممهاش على درجات حرارة عالي تصمم على درجات حرارة قليلة يعني مثلا في حدود 1300 1400 1500 ليه انت كده بتساعد على ايه ان انا بزود نسبة CO2 وبقال للCO يعني بالبلدي انت كده بتساعد على ايه الassociation وبتقلل للdissociation الassociation عكس الdissociation الassociation اللي هو التجمع يعني ان CO بيتحد مع الO يديك CO2 ده اسمه association الdissociation العكس CO2 بيتفكك الى CO وO2 ده اول افكت اللي هو تأثير temperature على الdissociation طب الحاجة التانية ايه تأثير وانا بعمل combustion chamber health في تأثير على نفس الكلام ونفس المعنى لو عندي معين داخلها مجموعة من CO2 وهكذا وجيت نقص الpressure يعني نقص الpressure يعني مثلا حصل expansion لما بحصل expansion الpressure بيقل السيستم هيسكت لا مش هيسكت السيستم لازم يعمل حاجة عشان يقلل الpressure ايه ديكريز طب يعمل السيستم بقى لازم يرد او لازم يعمل action عشان يلاش الpressure drop لما الpressure يقل السي أو تو يتفكك الى سي أو ليه لما السي أو تو يتفكك الى سي أو 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 تو بيزاود عدد الملكيولز يعني حصل نتيجة لل زاود عدد الملكيولز وبالتالي لما بيزيد عدد الملكيولز الpressure بيزيد من السيرمو ديناميكس ومن الفيزيكس الpressure بيتناسب proportionally مع number of ملكيولز فلما السيستم pressure L السيستم لازم يعمل حاجة عشان يعوض الpressure drop هيعمل لابا في الحالة دي يتفكك لما بيتفكك ال CO2 الى CO2 بيزود number of mole ولما يزود number of mole بيزود الpressure بحيث يعالج او يعوض الدكريز اللي حصل في الpressure drop من هنا بقى نصل الى conclusion لما تيجي تصمم combustion system تصممه على pressure عالي لما صممه على pressure عالي انت كده بتقلل لدوستيش ليه لان المعادلة قدامه لما بقلل pressure انت كده ايه بيزود دوستيش يبقى هنا اول conclusion لما اجي اصمم system صممه عند temperature قليلة لما بتقلل temperature انت كده بتقلل دوستيش الحاجة التانية صممه على pressure عالي لما بيزيد pressure انت كده بتزود CO2 وبتقلل لCO وبالتالي بتنقص دوستيش بقدر الامكان علينا نقلل للمشكلة فانا اشوف ايه المسببات وحاول اقلل اللي بيسبب dissociation ارتفاع temperature وانخفاض pressure فانا من الاول ما صممش السيستم على temperature عالية ولا pressure قليل عشان كده بتلاقي ان السيستمز كلها بيحصل في زي بيحط قبل قبل ونفس الكلام في اللي الاول بيعمل وبعدين بيعمل دايما بيحصل عشان يقلل للدسوسيش طب الحاجة التالتة الكونسنتريش بيذنوات اخذنا تأثير التمبراتشور عدسوسيشن تأثير البرشور عدسوسيشن تأثير الكونسنتريشن زي ما انا قلت في الاول انا دلوقتي عندي اه اتنين ريت او فورورد ريت وباكورد ريت في اتجاهين الفورورد ريت ان انا عايز اتجاه ناحية السي او تو اللي هو الاكسوديشن وده الصح الباكورد ريت ده اللي عايز يرجعني الى سي او انا لسه اقال من شوية ان ريت او ريكشن بيعتمد على الكونسنتريشن يعني الفورورد ريت اللي بيماشين في الاتجاه الفورورد بيتوقف على ايه نسب السي او والاوتو كلما زادت نسبة المتفاعلات الرياكتنت يبقى كده انا بتجه ناحية الفورورد يبقى انت لو عايز تزود الفورورد ريت في الحلادي زود السي او او زود الاوتو يعني ايه كلام ده يعني ازود السي او يعني خلي التفاعل ريتش او خلي التفاعل لين يتخلي ريتش يا لين ابدع عن الاستاكومتري لانه لما يبقى ريتش السي او بيزيد لما بتزود السي او انت بتزود انه كفة الكفة بتاعت الفورورد او ممكن تزود الاوتو يبقى انت كده بتخلي لي سواء زودت الاوتو او انت في الحلادي بتزود مين عشان كده بيبقى ديزاين ده على ايه بقى ريتش يعني ريتش بيدخل فيه الكتير ليه بيدخل فيه الكتير عشان يزود نسبة السي او لما بيزود نسبة السي او بيزود الار فورورد وبالتالي بتخلي يتجه ناحية السي او العاكس في الجاس تربل في الجاس تربل بيبقى ديزاين ده على او او هي نفس الافكت لما يبقى او يبقى انت بتزود نسبة الاوتو لما بتزود نسبة الاوتو يبقى انت بتزود ال بس طبعا الكا مين احسن ان انا ازود الفاول ولا ازود الاير الارخص ليا ان انا ازود الاير الارخص ليا الاكوناميك ان ازود الاير ان الاير طبعا مالوش كوست لكن انت لما بتزود الفاول ان القوست بتزيد ده كان الافكت التالت هو تأثير التالت حاجات سواء التأثير على تأثير التمبرتشر على التأثير التأثير على التأثير واضح لغتنا هل في اسألة لغتنا تماما هو بقى اللي جاي هيبقى بقى انا امكان بقى قلت الفنومنا واتكلمت على الانتروبي والجيبس فانكشن وتأثير ال 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 ايه انعكاس الكلام ده على الابليكيشن بقى على في الحال العملية لو جيت طبعا درست الانجين الانترنال كومباشن انجين هو قدامي الانترنال كومباشن انجين بيتكون من عدد من السيلندر داخل جوه سيلندر في عندي بيستن بيتحرك حركة عن طريق و فوق في السيلندر بيركب هنا عندي عدد من الفالف الفالف لل وفالف لل ال 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 اول حاجة بيعمل حاجة اسمع ساكشن ستروك او ال ال بيستن فيزل لتحت بيعمل ساكشن وفي هذا التوقيت ال ال بيفتح بتايمين بعين عشان يسمح بدخول الايه المكشر بتاعي ان انا بكتلم على في ال بيدخل الى السيلندر مكشر حضرته حضرته خارج السيلندر يعني هنا الانجين او البستن بيسحب مكشر من ال 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 البستن بيتحرك لفوق لما بيستن بيتحرك لفوق بقف لل عن طريق ال في هذا التوقيت بيحصل ال أثناء ال كمبريشن طبعا ال بيقل وال بيزيد والكلام ده واحد في الجراف اللي عليمين اهو من واحد ال اثنين ده ال بروسس اهو ال الفوليوم عنده واحد كان كبير وعند اثنين الفوليوم قلب طيب أثناء ما البستن بيقرب من الطوب ديت سنتر اللي هي نهاية مشوار البستن قرب نهاية ال كمبريشن ال سبارك بتطلع هنا فيها عند سبارك بلاج بيكون لها تايم معين كل حاجة لها تايم الفلف انت يفتح انت يقفل ال سبارك انت تطلع كل حاجة محسوبة ومدروسة بعناي كل محسوب بالميلي ساكند يبقى قرب نهاية ال كمبريشن ال سبارك بتطلع ولما بتطلع ال سبارك بتعمل بقى نواة لها في صغيرة فليم كيرنل ونواة الليها بيبتكبر بتحول الى فليم فرانت ويبدأ يحصل ال كمباشن الفليم اللي هو بريمكس الفليم يظهر ويلتهم في السيلندر كونتينت نتيجة ال الانرجي بتزيد الانصال بيزيد وال بريشور بيزيد اهو من اتنين اللي هو نهاية الكمبريشن او اربع نهاية الكمبريشن من اتنين الى تلاتة حصل الكمباشن اهو الكمباشن تقريبا تم يعني تقريبا الفوليوم سابت تقريبا الكلام ده نظري ديلي اوتو سايكل اوتو سايكل قال ان تقريبا الفوليوم تقريبا سابت لكن اكتشوالي الفوليوم بيتغير يبقى البرشور هيزيد من اتنين الى ثلات طيب بعد الكمباشن ال ال الهوت جازيس فيها انرجية عالية بتضغط على البستون لتحت اهو يحصل الكسبانشن هذا هو الباور ستروك يبقى من ثلاثة يحصل الى اربعة ده الكسبانشن او الباور ستروك عند اربعة يفتح ال عن طريق الكام شافت فيه كام شافت بيتحكم في التايمينج لل وفيه كام شافت تاني بيتحكم في التايمينج للانتك فالف اثناء الاكزوهوست ستروك البستون بيتحرك لفوق والاكزوهوست فالف يفتح للتخلص من الاكزوهوست جاز اللي داخل الاستوان اهو كنا انا عملت سايكل كاملة كلام جميل انا شرحت الايه الاكزوهوست سؤال هو سيحصل فين بيحصل عند ال لانا دلوقتي بطبق لانا خدته على التأثير على ال 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 نهاية ال 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 عند نقطة التلاتة حصل بالسبب ال زي ما احنا قلنا بيحصل عند درجات الحرارة العالية فبيتفكك جزء من ال 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 ونتيجة للتفكك اللي بيحصل هتقل او الحرارة يعني في حصل يبقى انا خسرت شوية الخسارة دي بتنعكس على ايه بقى ان ال هايقل حصل لص التمبرشير هتقل لان لم يتمل احترق السي او اهو يبقى حصل ضرب من 3 الى 3 داش بسبب ال اللي حصل عند درجات الحرارة العالية يبقى عند 3 نسبة السي او تقلت والسي او زادت تمام طب اثناء ال البستون وهو بيعمل expansion من 3 الاربعة اللي بيحصل زي ما قال لشات الي انا عندي سيستم كان متزن عندي 3 داش هذا السيستم بيحصل له cooling لان بسبب ال expansion اللي بيحصل ال pressure بيقل وال volume بيزيد فبيحصل زي cooling effect ال pressure بيقل والtemperature بتقل طب السيستم يعمل ايه السيستم لازم يعمل حاجة عشان يعوض الايه temperature drop اللي بيحصل اسناء expansion من 3 الى 4 يعمل ايه السيستم بقى السي او اللي كان متفكك عند 3 يتحد عند 4 يبقى عند 3 كان فيه عند شوية متفككين يتحد عند 4 هتلاقي 4 زادت بقيت 4 ليه عند 4 حصل association re-association لان درجة الحرارة قلت لما انا لسه قل من شوية لما بتقل درجة الحرارة بيساعد على association عكس اللي فوق يعني عند 3 بيحصل association بتنزل تحت عند 4 هتزيد بسبب association السي او اللي كان متفكك عند 3 يتحد عند 4 ولما يتحد تنطلق حرارة لما تنطلق الحرارة هتزود ال pressure وال temperature انا انا عايز اقول ايه الخلاصة الwork اللي هيطلع من المحرك في حالة dissociation الwork هو عبار عن ايه المساحة اللي جوه cycle يعني لو حسبت المساحة واحد اتنين تلاتة اربعة ده الwork من غير dissociation المساحة ال actual فين ال actual كيس واحد اتنين تلاتة داش اربعة داش ال actual area ال actual cycle with dissociation هتلاقي ان ال area ال actual اقل من ال area ال ideal يعني الwork هيقل بسبب dissociation ده اللي انا عايز اقوله يعني وجود dissociation في المحرك بينقصلك الwork عشان كده انت لازم تحل المشكلة دي ما تصممش المحرك عن درجات حراءة لي واضح الغات هنا هل في اسئلة الغات هنا